شاهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطوراً كبيراً ونوعياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها كما تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية متميزة ومتجزرة تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية لتكون المواقف السياسية المترابطة خير شاهدة على التكامل بين القاهرة وأبو ظبي الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية هو القاسم المشترك بين الدولتين حيث تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي وصلت ضروتها خلال الفترة الحالية فقد شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها المسؤولون في القاهرة وأبو ظبي يحرصون على الزيارات المتبادلة فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لقاءات عديدة تعكس عمكة واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية فعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً واثيقاً حيال القضايا الرئيسة مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية التنسيق المشترك بين البلدين أكد أهمية التسوية السياسية للأزمات الإقليمية حقناً للدماء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظاً على وحدة الأراضي العربية وسلامتها سياسياً القاهرة وأبو ظبي تتفق كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين وتشير سياسات مصر والإمارات إلى حرصهما على محاربة الجماعات الإرهابية ومكافحة أفكارها الهدامة كما تحركت القاهرة وأبو ظبي نحو التركيز على تجديد الخطاب الديني والفهم الحقيقي للدين بعيداً عن عوامل المغالاة والتشدد التي تنتهي غالباً بالطريق المؤدي نحو القراهية والعنف وأهمية دور التعليم وتعزيز التسامح والسعادة بجانب مشاركة الشباب والدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والوسطية الدينية